لم يمضي عام 2020 دون ان يسجل فيه ارتفاعا ملحوظا لظاهرة الانتحار عن عام 2019 اتسجلت خلية الازمة اكثر من 60 حالة انتحار توزعت بالتساوي بين الرجال والنساء فيما كانت الفئة الشبابية الاكثر انتحارا في الاحصائية لعام 2020 بلغت حالات الانتحار لعام 2019 من 54 الى 58 حالة الا انها ارتفعت في عام 2020 الى 63 حالة بسبب جديد الى كورونا وتكدس العوائل والخلافات الاسرية بالاضافة لتعاطي المخدرات وغيرها الفوارق الطبقية والازمات المعاصرة للمجتمع هي ابرز الاسباب المؤدية للانتحار فيما كشف اساتذة في علم الاجتماع ان العراق يعاني من تضخم سكاني دون حلول ناجعة لحل مشاكله المتراكمة منذ عقود ظاهرة الانتحار خصوصا بين الفئات العمرية الشابة التي تسد في وجوهها ابواب الحياة عندما لا تجد فرصة عمل وعندما تجد الفوارق الطبقية تزداد اتساعا بين طبقات المجتمع وعندما تغلق في وجوههم اي فرصة مناسبة لحياة كريمة المعقدة التي لم تظهر في يوم وليلة المجتمع العراق ازداد خلال مائة سنة من تاريخ الدولة العراقية الحديثة ارتفع بنسبة نمو سنوي 2.8% وهو الان نفوس اكثر من 40 مليون نسمة ومن المتوقع ان يصل في عام 2050 الى 80 مليون نسمة وهذه طبعا تعتبر كارثة وبحسب مراقبين في الشأن الاجتماعي هنا في ذيقار سجلوا ان ظاهرة الانتحار بدأت بالاستفحال في محافظة ترتفع فيها مؤشرات الفقر والبطالة سريعا لقناة التغييرها بالخفاجي الناصرية ترجمة نانسي قنقر